الفايل اللي أنا بيعط لكونيه مفروض هو موجود على دروب بوكس مسمي لكونيه لهيدا الفايل اتساذب فايل كيف؟ شو أصدق؟ كل شي نحن اشتغلنا لاب موجود هون بقلب اندرويد داف في عينكون لاب زيرو لاب وان لاب تو لاب ثري شايفون وين إني؟ ماذا عن شي اللي عانزبني؟ الفيديوز اي عندي هون على الاكسرنال هارد ديسك يعني شي ما بعرف كل حسب كنت تحسبه شي 2-3 جيجا بايت فممكن يطلعوا عشر عشرين جيجا بايت ماذا لا؟ ماذا لا؟ اللي بده يهون مشان ما يعمل دونلود على اليوتيوب فيه عاكل حال التكسبوك اللي نحن موجودين فيه موجود هون كمان حدون واللست of exercises اللي هني relevant للفاينل تحايد المادي موجودين كمان هون اوكي؟ كل تشابتر في عنده لست exercises عاملينهم ديتل بتليقهم موجودين هون انا مرقمهم هني هني تشابتر معين بالكتاب بس هني لاب مرقم مختلف لعيك لاب 1 هو تشابتر 2 بس فرقين على واحد بينتهم اوكي؟ ترجع تقرى sections وتطلع منهم information لانه هلا كمان هيدول الاسئلة متل تعرف فيك تعتبرون انه kind of canon محروقين مش هاسأل عنهم هني زيتهم بس هني عم يساعدوك مفروض تطلع ال information من ال black tape اوكي؟ فالpart المافي علي اجوبة اذا ما تكون قادرين تحضروا منهم اشياء معينة لنهارة الثلاثة الجاية في باخر الوقت ثلاثة الجاية ثلاثة الجاية اكيد ايه ثلاثة وخميس اكيد ثلاثة الجاية اذا بني اخذ هذه الثلاثة الجاية ثلاثة الجاية بيكون في نهار اربع ساعات رحين انتم عليكم فعادة لا عليك علي لكن الفائل اللي انا اعطيكم هو بقلب الاب 3 في عنكم الاب تل سكشن 4.5.zip هذا الفائل اذا بتعملو له انزب هذا الواصل اللي عندكم اذا بتعملو له انزب لاحقا بعد ما خلص انا هيدا البرت من الشرح هتلاقوا في بقلبه src folder وفي بقلبه build.gradle فيكن متل ما تعلمنا باول بتعملو له وتفتحوه كأنه هو البروجيك الجديد هلا اذا بتعملو له run بقلب اميليتر معين لاحظوا شحي يطلع عندي من هلا وبره يحبدي ونكونوا تركين المشينز تماما وعم تركزوا معي بشرح هذه البرت اذا بتعملوا run مفروض اول شغال يتعملوا بعد ما تعملوا unzip import تعملوا بقلب project معين يطلع لكم هذه الانترفيس اذا بتشوفها هتلاقي في بقلبه 4 lines 4 rows 4 layouts وقلبون 2 buttons اوكي كل row متل ما انتو كم مطلوب انكم تعملوا بالبروجيكت في عنا the parameterized string اللي عنايها فوق هون في عندي image view بس مش مبيني عليكم لانه ما في بقلبه صورة بعد في عندي guest the country text view في عندي هون text view تحت medium text حالياً طالع هيك بس لاحق هون هيصير طالع فيه يا اما كلمة correct answer يا اما incorrect answer وننتقل من سؤال التاني طبعاً بالquiz part كمان هلا حالياً منا sorry بالsettings part هلا منا شغالي نحنا حنبلش نشغلها بعد شوي كمان في عندي بس البطن available currently وفي عندي بقلب الaction bar الaction item اللي هون if i click on it it should display the settings menu اوكي خلينا نشوف كيفينا ناكتف هذي الparts واحدة ولا التانية اول part هروحي والزيدة هو يبركي اذا منعمل click على هيدا الaction item بيبين عندي انا settings so to do it فعلياً في عنكن انتو بقلب المين activity function اسمه create options menu اوكي هيدا المثود مثل الon create اوكي اسمه on create options menu it's a call back اوكي it's a call back function شو يعني يعني الاندرويد هو اللي بعيط له لما يصير في اكشن معين الon create بعيط له اول ما تتقلع الapplication وكأن المين اوكي on create options menu بعيط له لما حدا يفقص على فأسة الشمال عنكم فأسة اياما كان عنجد في options menu او settings menu هلأ سار بعيط له لما واحد يفقص على three dots اللي بيطلعوا على yes بالsettings من فوق ونحن نجفنين هون بالdesign او بالفيديو الماضي بيطلعوا لما قالوا ضبل لي كل يعني show equal never اوكي اذا بقلوا له دول ال action items ما تفرجيني ايه هون بسي فرجيني three dots and by clicking on the three dots بسي بيطلع لي ال action items اللي جوه تذكير سريع هيدا action menu بتلاقيوها موجودة هون بقل بالmenu main dot xml اوكي هون انا عندي تعريفة للمنيو وفي عندي فيها هيدا ال action settings اللي هون وعندي ال icon تعيته ايه لو show as action always سو بالdesign part هون اذا بشوفه بتعلي exactly هيدا المنيو اللي عم بتبين عندي at run time سو to activate it فعليا ازا ملاحزين اردي عم بتبين المنيو اوكي ليش؟ لانه عم بيقول get menu inflator dot inflate r dot menu dot menu main هيدا اللي انا كنت فيها من شوي اوكي اوكي سو اردي هو عم بعيطله عم بيعمل له inflation وين بقلب المنيو خبرية ال inflation حكينا عمنا اكتر من مرة هنجح نسكر فيها اول مرة انتوا كنتوا عم تعملوا inflation implicitly هي نهارت لكنتوا عم تقول له set content view على xml بقلب activity اوكي اوكي كنا عم نقشر على r dot layout activity main implicitly كان عم يعمل inflation هي حياتا كأنه عم بيلبسها للمين activity او view group ال basic view group اللي بقلب المين activity عم بيلبسها هيدا layout file لاحقا هنصير نحنا نعمل inflation يمكن نحنا نصير نعرف مثل شي هيك custom component تابع لقلنا نحنا وفينا نصير نعمله inflation مثل ما بدنا محل ما بدنا اوكي نطلع linear layout أو نطلع component معين view group ونعمل inflation فيه كانت اللي عم نستعمله بس مشان نعمل inflation للمينو and to this end مش عم نقول له get layout inflator عم نقول له get menu inflator dot inflate or dot menu dot menu main هيدا الكود بعتبر انا من boiler plate code اللي فيك تلاقيه على على الانترنت او بيضيف فوتو اصلا بيكون كتب لك عفكرة كتبوا بس انه قلنا له include an action bar لهيدا لهيدا ال activity اوكي هلا نحنا حنعمل علي تعديل انه مش هنعمل include للمينو الا ما يكون في عنا view is portrait ذاكرين بال logic تعيتنا لما كان من ننقله للانتسكيب كانت ال settings حتظل نبيني كل الوقت فلا يجب انه نشوف ال button اللي اسمه settings كانت لحديث الفيديو الماضي عم تدين عندي كل الوقت لانه هيدا الكود في حدا معيطله اوكي all the time فلا بعد شوي هنشوف شو الكود اللي فيه اكتبوه اللي سير اعمل just another اذا انا i'm in portrait ولا in landscape mode الماثد التاني اللي هي بتلزملي هي اسمه on options items selected اوكي كمان it's another callback بعيط له الاندرويد لما حدا يفقص على واحدة من ال action items اوكي لحظوا شو بيمرؤولك بيمرؤولك ال item اللي انفقص عليه من قلب المانيو بيمرؤولك المانيو item هذا المانيو item you can get its id اوكي and you can then compare it with several different action items انت معرفهم اوكي فيكون انت يمكن بقلب نفس المانيو عمل settings عمل اوكي 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 هون احنا نقول له اذا كانت هي ال action settings اذكرين هدا الفايل انا كنت فيه اللي هي هي دي العلامة اللي هون اوكي اذا كانت equal لهيدي البطن ثان هون مفروض انا اوكي روح عيت ل settings activity مزبوط كمان للتسكير settings activity عملنا Right Click Add a New Activity سميناها Settings Activity وقال نيلة خلي يكون عندك أنت كمان فراغمنت تابع لأيك إذا منروح لنشوفها هون كان في عندي ActivityMain.xml لاحظوا كيف الديزاين تاعتها هذا اللي عم بيبين عليه من برا وهون في عندي Activity Settings.xml Currently مش موجود بقلبه شي خطير موجود بقلبه ContentSettings.xml اللي هو مؤشر على FragmentSettings.xml اللي هو فاضي ما في بقلبه شي Currently it's empty نحنا حنروح نصير نعمل له Inflation من ورا Preferences.xml حذكركم بايدا Preferences.xml هو كنا رح نعملنا New XML Row Resource File .xml resource file سميناه Preferences.xml حطين براسنا نحط فيه Settings وليكن شو عطانا عطانا List اللي نحنا حنصير نقدر نفقص عليها وكل هود اللي بزن بينينا عليكن عرفني هون بالxml files اني له أنا عندي Number of Choices هي عبارة عن List Preferences بشكل بتلعلي Radio Buttons بنقي واحدة منهم And then Regions عطينيها انه هي Multi Select List Preferences حطلعلي Check Boxes مش Radio Buttons هلا حنشوفها بعد شوي اوكي لكن اذا بعمل Inflation هون بقلب بدل ما اعمل Inflation للFragment Main هروح اعمل Inflation للPreferences.xml اوكي و بقلب المين Actually بقلب Settings Activity و هون بقلب المين Activity هصير يقول له روح اعمل لي Loading خدني على Settings Activity اوكي So how to launch Another Activity هنكون هم تتعلموا شغل جديد بهال كود هيدا اللي هكتبوه اوكي هنقول له Actually New Intent إذا ذكرين خبريات ال Intents سابقا واحدة من ال Constructors استعولوا بياخدوه ال Context واسم ال Class التي انا بدي دورها اوكي لانه لاحقا ممكن نستعمل Implicit Intent نعطيه بس ال Action اللي انا بدي نفزها مثلا نقول له ال Action هي وال URI هي اسم Application معينة اوكي او قل له مثلا Share و Contact معين او Add a new contact بس يبدأ اولي ال Contact Application بفرجيني انه عم بزيد بيضغري بعيط لل Create a new contact button اوكي اوهدوليك يسمينهن Implicit Intents بالسلايد زي الأداماتي والاندرويد و When you run a new activity it's an explicit intent ليش؟ لانه you explicitly precise the class name that should handle your intent okay لما نقول the class لعزين في عندك هون another parameter of type class لازم تحدده ذيس حاج هزكر فيا هو هون كن ناطر control P كن ناطر مني two parameters ال context اسمي class ال context تفعنا علي it's the context of execution هي activity بحث زيته عبارة عن context of execution او تأمنا ياه at least and then the class and then that i want to launch هو settings activity dot class okay so هيك هون انا خلقت new intent على ظهر هيدا هون it's an explicit intent لانه explicitly i pre-signed the class name بمحلات تانية يبقلو like i want to share an image okay and the action here share will you are on you like image or something like that بصير هو بيبرم android the platform تليفونك بيبرم على application مستعدة تعمل شيئا لصورة هون بيطلع لك كل لستة ال whatsapps والأساس و so this intent control alt v we are gonna put it in a variable of type intent هو لحاله بيزد لي intent dot أو actually sorry المثد اللي بتدور لي another activity اسمه start activity لاحزين في another method اسمه start activity for results هاي دي بتدور لك activity جديدة بيكون فيها cancel أو مثلا edit بتقول له save unsave بترد ال item اللي كنت عم تعمله edit بترده لل parent مشان يرجع يعمله update عنده بالانترفيس اوكي فهنشوفها هاي دي اكيد لاحقان بس في عنا نحنا just start activity العادية اوكي start activity وبتاخد بس هذا parameter intent وما بترد شيء it's a void function so I can pass to it the intent sorry intent and that's it هذا مفروض يصير هلا يعالج لي intent ويدور لي عن جد settings activity مش هشوف شيء بقلبه لانا بعدها فاضية بعد شو نعمل لها inflation لاحظوا هلا بعد في بس نقطة واحدة اللي هي return الموجود كل المتعودين على ال swing وال listeners بعالم java يمكن حسو هذا شيء غريب وطبعا كل اللي بيشتغلوا دوتنات ما عندهم قصة return وما return هون هني عملينا بشكل اذا عندك اكتر من listener ممكن يتعيطلون واحد وراء الثاني بس اول واحد بيعمل consumption لال event ما بقي يفايقه البقيين ما بقي يفايقه اللي سنز البقيين سو when usually most often when you consume the event يعني عن جد علشته انت بتقول guys you return true انا علشته انا i responded to it otherwise you return false أو in case of confusion لو return super dot on option item selected لانا بتتركه على البي هو بيرد اللي بده ويرده اوكي إذا مش عارف شو ده كترد سو هنشوفها بعد شوية مثلا نحن هون بال on creation on create options menu هلا شو عم نعمله عم نقل له inflate the main menu بس شو return true لانه عن جد انا خلصت i consume the event ال callback خلصته انا انا عملت inflation بس just in case هلا بعد شوية عملنا له if and else اذا كانت ال orientation portray than inflate the menu otherwise don't inflate it هوني يكسي بقل له return false اوكي so this is the typical approach اوكي خلينا نشوف دايما انا بحب نشوف in real time step by step شو عم بيصير بالتالي هون ممكن تلاقيه وفي فرق صغير بال approach بيني وبين الكتاب اللي هو لك انا عم بيعطيك انا عم بيعطيك الحل تعل شو اسموه تعل كل شي at the same time without cutting the big problem into small chunks يعني هلا همسلا بعد شويح اغير the question اللي فوق text view فرجيك ايها موجودة حسير اتحكم بالsettings عن جد اخد the settings into consideration و لما يقل لي بدي بس two choices فرجي بس two buttons three choices فرجي three buttons and so on and so forth حنحاول نشوفهم بالتدريج ورا بعضهم so مفروض تكون هلا عمل run actually and then by clicking on the settings activity اخدني على هايدي المانيو okay طيب what about now like inflating the the interface هلا كل الوقت انت في عندك chunks of code موجودين بالكتاب مشروحين هون okay وفي عندك chunks of code موجودين بال شو اسمه بال الانسر كي اللي انا عطيكي يعني انت اردي معك من لما عملت تستدرايفن للا application you already got all the needed code فزيكرين حتى من المرة الماضية قدعم بقلكون if you would like to فيكن تعملوا انتو on your own فيكن تعملوا copy paste whenever you find you have a repetitive code okay so انا steps فعليا بكون انا هلا خلستون okay لاحز بكون انا قطشت رحت على on creation options menu شايفة هيدا هون اللي هي 4.6.5 وهلات كمان 4.6.6 okay اللي هن on options items selected فمش عم بامشي مية بالمية متل ما هو order تاعه okay it's fine you can follow me with these ideas هلا فعليا هتمري عليهم كلهم okay بس انه simply انا لحل مسألة 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 okay لقيت مسألة مانا شغالة بعد شوية هصير انا استعملها من اول الطريق اللي هصير غير بالغرافيك الانترفيس اللي هصير اخفي buttons فارجي buttons فقبل ما بلش فوت بالفراجمنت كود عم حيول بس ضبط الsettings لانه هي جاي من المين اكتيفتي خلص منها وبعدين بيثير عندي بباق هلا بشوفي magic اللي يتغري بيثير بيباين كل شي فادل بس هلا عمل الinterpretation بس للفقسات كل فقسة شو بتعمل طبعا هي اكبر فقسة هتكون معنى هي انه like create a quiz بلش يقلف لي من عشر اسئلة يكون random للامجز طالعين وا 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 ويعمل لي handling لل clicks على الbuttons انه انا ربحت ولا اخسرت okay so this is the main logic بس هلا بعدنا من القشور من بره okay so after these two parts 4.6.5 و.6 في واحد ينط على السكشن هون 4.7 sorry 4.8 بس هي طالع عنك هون بقلب ال 4.7 ها بالغلط بقلب الكتاب so 4.8 هي بس عن الsettings activity class وهذا في عنا الsettings activity fragment class بالsettings activity class هاي بكون كمان فرجيتك انه خلصنا هلا يعني سكشن اتنين سكشن او ثلاثة سكشن هنخلصهم كاملون هنخلص يدول هنخلص يدول التو بارس نرجع ال 4.6 و 4.7 نركز عليهم لانه هنه كل الزبدة فيهم بالsettings هون بس عم بيحكيلك شو في بقلبه settings activity class بيقالك هي مربوطة بال activity settings مقال اللي فرجيتك اياها انا من شوية وفي عندها الup bar button هيدا ال arrow اللي مبين من هون ال flash اوكي لاحظين لما فقص هون على settings تلعلي دغري هون شي اسمه the up arrow بس افقص عليه بيخذني على activity هيدا حياتا نقيله قصة لما مش محطوط انه set display home as up enabled equal to true ما كان بيشتغل ال application تعيتي smoothly خاصة هلا بباليش اعمل generation languages كممكن تكون تفوتوا على settings ترجعوا اكتر من مرة تلاقي وصالة ال application كتير طئيلة اوكي ممكن حتى تعملي crash اوكي ليش لانه لما بتروح هون if you start an activity يوجد هيدا ال activity الجديدة بتجيب توقف توقف بقى ال stack of activities بتوقف فوق التاني unless you do like with the back button بيرجع بتعيط ل new instance من ال activity القديمة وكأنها هي like it's a new object بالماموري الا ما تكون انت اكتشلي قيل له هيدا الستر اللي من هون وتكون كمان بال definition إذا ذكرين لما خلقنا settings activity كان في محل انه doesn't have a parent اللي نقول له yes ال parent هي هو main activity if you have these both things بساعتها ما بيعود يدور new instance منها بتقول لي او حتى ال e-mail activity لانه انت بدك you want to share this image مع حدا معين بس بدك تكتب type the e-mail ما في طلع لك gmail وبعده in a dirty status ومش عطيك انت like fresh version منه اوكي؟ ومشان هيك لما بتكون parent activity ما بيرجع لها مزبوط لما يكون parent activity بيرجع ل without creating anything else هلأ بهالحالي دايما انت تحاول تروح تقرأ like settings activity settings activity بتحاول تروح تقرأ الكود اذا لقيتوا انه قريدي هو كامل then perfect there is no problem most probably انتو يمكن يكون عنكم هايدي ال actions floating action button ممكن يكون الكود موجود عاملكون error فرجعتكم على اغلبية اللي سألني المرة الماضية انه we can remove it from the code and that's it اوكي؟ فبالأحرى هايدي الكلاس we only need to remove code from it we don't need like i already have it فخلاص مش مكتب لك فخلاص اوكي؟ ميرسي كتير باي دوي طيب الفور بوينت 9 هتحكيك عن settings activity fragment اوكي؟ class وهيدي هتقلك حقيقة حاليا هي هي اللي عامل الفراغمنت بي يمكن coordinator layout or something like that نحنا هننسى كل شيء معمول بال fragment dot xml اوكي؟ وحنجي نحنا نعملها الفراغمنت متل ما بدنا سوى settings activity fragment لاحظوا معمول inflate ل fragment settings dot xml file خلينا ننزل عليه نروح نشوفه control click عم يعطيني هيدا لايك فاضي ما في بقلبه شيء انا اللي بدية يبدي يطلع عليه preferences dot xml زي كرينو هيدا هجا نزلكون عليه مرة تانية بدي يطلع هيدا الانترفيس بدي يطلع هيدا الانترفيس اوكي؟ اوكي؟ in order to do it شا عام بيقلنا؟ اه so when the settings fragment is created the method only builds the graphical user interface بي calling preference fragment method اللي اسمه add preferences from resource to build the preferences UI إذا كنت ترى هون كيف معيّتلون ثم معيّت لـ Add Preferences from resource ثم رأي لـ Preference.examl طبعاً يوجد إلى كذا طريقة ثانية مثل To inflate it from scratch بس It seems to understand هذا المثل ready on the shelf you can call it والحالة هي بتعبيلك Activity معينة من List of settings لي لأنه هذا شيء شائع جداً يكون عندك Activity Millenary Settings أوكي Developer Options, Manual, Wi-Fi في كتير كل شيء خاص بالsettings بالأعدادات وتبعيز الوصول من جميع المثل من الوصول من جميع المثل هذا ليس كذلك نحن حن حن فإذا تلاحظ الكود أين معيّت له بالكتاب مش معيّت له بقلب onCreate view معيّت له بقلب OnCreate إذا نرح نحن هذا الكود ما هيعود بقى يلزم لنا حتى لـ Fragments Settings دي قلب فينا نمحي and then we can override onCreate العادية نترك السوبر.onCreate ومن لأ add preferences from resource ومن مر إلى R.pureXML.preferences إذا بعمل Ctrl-click عليه once again نتأكد حي خذنا على هيدا المنو اللي أنا عنديه okay so this is how you inflate a preferences xml file within your activity أو fragment اسمه onCreateView بينما حنخليها للمين fragment activity حنخليها okay usually هي المثلت that you should override اسمه onCreateView مش onCreate okay so we are gonna keep it we are gonna discuss it لما نحكي عن المين activity view okay طيب لكن هارجعيد اللي عملنيهن سريعان لك بالمين activity onCreation options menu ما عمل شي بس هي لحالة عملت inflation للمينو onItem اللي click على settings خلقت اي solicitated activity اللي اسمه settings activity طيب هي مش عمل شي إلا انه عملي configuration للhome up enabled مشان ترجع بأقلة تكلفة على الميموري ولا تشتغل application مزبوط وبقلبها هي فعليا اذا بتطلع هي بقلبها activity settings.xml اللي هو مأشر على عمل الانكلود للcontent settings اوكي هنروحون على اللي اوت بقلبها content settings واللي هو مأشر على fragment settings اوكي نحن هلا شلنا ال fragment settings وقلنا له خلي خلي يقعد محلة لأكسا مع ال preferences اوكي بسطر كود واحد بقلب settings fragment dot java وهنا ريران هلا بسلنا مفروض نسيلي نشوف ال fragments عنا حتى ال clicks هيطلع عليهم بيضيف كلتهم شغالين ال clicks على ال menus وهيك automatically they will be fully functioning اوكي so meanwhile كمان في محل لكم خطوة معينه اللي هي بقى صارت بااخر section 4.10 بل manifest بقولك . ما عمل لك جينريشن لكل شي من عده نقطة صغيرة هو عم بعرف الاكتيفتي في شي جديد زي دولي هو انه الاكتيفتي اللونش مود تاعه هو سنجل طوب اوكي هيدا اللونش مود اكتشلي اوب هو اللي بيخلي الاب بطن ملاحظين هو اللي بيخلي الاب بطن كمان تشتغل مزبوط لكن ليكون هدي قصة المانجمنت تعيد الاكتيفتي الشغالي صح لازم الاكتيفتي الاساسية تكون بطن بارنت للأكتيفتي الثانية الاكتيفتي الثانية تقول له set like up button enabled اوكي اوكي اوه بالمانفست فايل يقول له خلي اللونش مود يكون سنجل طوب اوكي يعني ما تخلق منه اكتر من انسنس ساعتها بيصير بيمشي الحال هيدا اللي هون وحيد لازم تزيدوه مع علام لكم هو كمان لازم ينزيدو لمن خلقه الاكتيفتي بس اذا بتروح بتشوفهم هني اردي مخلوقين لقلك لانك خلقت الاكتيفتي source using right clicks whoo بيقل لك لو انت عملتها dynamic button or واعملتسше معين و خلقتها via code كانت لماذا انتك تزيدو بالمنفست فايل اذا اظن على انسنس وانتكونن او طلب الانساري ساعة�� ooh سار هلا هون عم يبين عندي preference eml file if i click on number of choices دغلي يتلع علي radio buttons هيدا ما عملت له ولا ستركود بس لأنه أنا معرفه as a preference file وحاطت شو هن ال possible choices اوكي كمان هون لك بال regions في كانت تعلم اكتر من region بيضيفه اذا اول مرة تعملوا run بيطلع كل ال regions معلمين عنكن بس من ثاني actually run بتعملوه بالريح اي settings بتعملوهن هترجع تليقون بعضهم موجودين يعني هلا معلم هيدول الثالثة والساتسة مش معلمون وهي دي اذا زاكرين علمت الاثنين حاجة علم هون لتسيل 8 بيجي لهون بلاقيهم بعضهم هيدول معلمين و هيدول بتلاعهم معلمين حتى لو بسكر ال application على الاخير و برجع برجع على كمان حلقين موجودين actually لانه هيدا جاي منورة ال default shared preferences بيتسيفه automatically هونيك it's already handled for you okay perfect next step هنعمل نحن هيدول step number one two and three three تعيت المانيفست حاجة بس روح فرجيك ايها وين انا زايدة manifest single top هون and all the rest is already done for you اوكي بس عندك انك تزيد هيدا هيدا السطر once again كمان للي بعدو انو بخاف شوي من ال xml files بس انت تذكر كلمة like launch mode lau بيكمل لك ايها and you can pick up the right value automatically كليل ماشي بحيول اكتب كاني عم بكتب code اه هيدا اللي بتخليه لما بعطي single top بصير بيخلق مننا only one instance لما بعمل back من settings activity بيجعب بعدين علي اوكي هيدا ثلاث شغلة شغلة بقلب الكود settings activity انا عم بخلق لتلا انو parent تعيتك هي main activity وهون انت لها single top lunch mode لل main activity هلا هنحاول لنشوف ال orientation كيفينا نعملها tuning this is why eight nine and ten خلصني هون فعندي 4.6 و 4.7 ما دقرنا فيها شي تقريبا بس 4.6 عملنا مننا two parts اللي هني موجودين هون وشوف هو شوف عنده بالكود اساس حاطتهم حياتا بتلاحز هون حاطت two parts اول شي عمل default preferences values عمل لن loading وحاطت لن change listener اوكي والتاني part عملها كمان هو انو عمل configuration لل phone device for portrait orientation اوكي هنروح نشوف الكود بالنسبة لل configuration تاعت ال screen orientation هي مبلشة من هون هو عباله يعرف حالو اذا مقلع on a phone اي ولا لا لانه هي بس on the phone هيكون بحاجة ل settings menu وكمان بحاجة اكتشلي انو اذا كان phone مفروض يمنع انو يكون ال orientation تصير landscape اوكي. اذا بجرب عندي هون الامل اوكي انا اذا بجرب عندي هون بقلب الامل بلول ولك اوكي. اوكي اوكي. اوكي سونا اللي بحاجة مش عامل شي لا يوقف لي هدا الخبر ايه So I need really to do something for this وهذا الشي اللي موجود هون بقلب هيدا الكود هيدا الكود عم بيقول في عنا get resources.get configuration بتردلكون كتير من الconfiguration السعور للدفايس تتاكن كتير related على حسنة نهار السبت ولكننا عم نحكي عن feature سعور الدفايس وكلهم بتلقون هون موجودين native لبقلب الاندرويد من هالمايدي الكود اللي كنا عم نشوفه هوني كان كيف السي اس اس بيعطيك صلاحي انك تفوت تشوف الفيتشور سعور الديبايس حنروح نعيطلن نشوفه عنده أساس تسيميز واحدة من الديتا الموجودين بقلب الconfiguration اسمه screen layout حنكتب هيدا الكود بقلب المين اكتيفتي بقلب ال on create بعد ال auto generated code حنقلو got resources.get configuration dot هون في عنكن orientation density dpi font scale layout direction is a right to left or a left to right and so on and so forth مايناتون في عنكن screen layout هلا بال screen layout اذا بفوحد بفوت بقلب الها البتاعه بيلاقي في كتير data اوكي كيف عاملينهم هودة الديتا لها يختصرون على الاخير عاملينهم just a single integer وكل بيت بقلب هيدا الانتجر اذا بتاخد ال byte configuration تعيته كل بيت فيه بيقلك انه اذا اوكي موجودة ايه ولا لا اوكي هيدا لما بيكونوا بدون يعملوا content representation لشيه information معينة بيستعملوا هيدا لترك اوكي طب انت كيف فيك تحصل على كل information لحاله هون geek concept صغير بدك انت تصير تعملن bitwise and اوكي مع mask معين الفكرة هي لا افترضنا هيدا screen layout configuration بيردلك like bits انت ما بيهموك like x او شو منا نسميه like digits ddddddd افترضنا افترضنا many digits بعد d افترضنا مثلا هيدا البت اللي من هون هو اللي بيعني screen size هو قديش اوكي انا ايثنك اللي هو هون بده يحصل عليها مثلا نرجع نتذكر كان بده يجيب screen layout size اوكي اذا كان هيدا الديل من هون هو تاع size اذا كان مثلا مثلا لا تساي like one بيجيب لك data معي اذا كان zero بيجيب لك data تانية فانت actually what you need او ممكن يكون كمان اذا هو like size بس هو عبارة بس عن two bits لانه بيقلك اما small اما small اما normal اما large اما x large اوكي اذا كان هنا for different possible cases يمكن يكونوا بس اول اثنين bits او الثاني والثالث والرابع اوكي and so on and so forth فمشان هيك بيخلقوا لهم mask معين بيسمو لك the size mask اوكي لما نقول mask مثل عالم ال networking قد بيحطوا subnet mask مشان يطيروا zeros معينين ويطيروا part مثلا network address يحصلوا بس على host address or vice versa اوكي so size mask بها الحالة لو كان اللهم الثاني والثالث هيكون شكلوا بكل المحلات zeros zero 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 بعدين like one one هون اوكي بقيلة او zero zero بكون هي small zero one بكون هي large فهيدا بس just to explain this like geeky thing that is being done طب وين فيك تجيب المسكات كلهم موجودين بقال configuration class ألاحظ في bla 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 and the bla 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 mask okay مثلا screen size and the screen size mask and so on and so forth so فاذا بعمل له انا actually mask مع هيدي I can save them inside an integer حاسمي لهيدا الانتجر screen size okay في اسمه على مرحلتين هون اللو انو انا عندي هيدي being masked with that thing here هلا صار فيه اللو إذا screen size okay equal equal configuration dot screen size هون في عندك screen size small screen size large screen size normal and so on and so forth أنا بدي شوفة حياتا إذا بتكون هي large or extra large usually بتكون بها الحالة it is a tablet okay or it's like equal to the x large then in this case it is a tablet okay okay so هيدول هني predefined constants إذا بتشوفون هني هاو دي علي بيطلع معاك actually انو هني كمان integers okay هني عبارة عن هني هني constant بيكونوا معرفين as public static final مية بالمية okay هلا مش هيكون one one هلا بما انو عملت له mask مع هيدا افترضنا افترضنا هيدا هو الماسك هيدول الأرقام هني هيطلعوا لك in binary decimal representation تعيتون هني هني إذا كنو كلا لك ياما zero okay ياما one zero zero هيكون actually four ياما one وثلاثة زيرو هيكون eight ياما هيكون four and eight هيكون 12 okay افترضنا هني أرقام معينين exactly نحنا ما بيهمنا نحنا شو ال value من جوا هني مبرمجين هون نحنا بي compare with these constants ah كيف منعرف انو هيدول screen sizes large or extra large هيدول هيدول عم تتعلاميهم هلا من هيدا ال exercise وكان فيك كمان تروح تشوفيهم من شو اسمو documentation official documentation okay موجود هيدا ال exercise لا يفعيك على هيدول الأساس وفي عندك ال small وال normal هني usually for phones هلا تقولين بدي شوف فابلت اللي هني لنون تابلت ولنون فون so you have to check up much more in details so most of probably مكن تلاقيون هني بال documentation mapped على values معينين على number of pixels in the width by the way كان فينا كمان نجيب configuration dots كنين layout width أو height بيجيب لي هون in pixels ساعة كان فيني كمان قرنون أنا okay so إذا كان هيك مفروض actually يكون تابلت لكن مش لازم روح أقول له set request orientation على true على portrait so مشان نقسم اللوجيك على مراحل هون هو معرف like phone device as a boolean حاطت أنه بقلبها false بها الحالة هايدي okay إذا كان phone device بدنا يتلع portrait فنحن شو هنقول هلا هيعرف هو هيدا الشيء اللي عمله عامل field اسمه phone device مثلك أنا كيف بخلقون أنا عم بحيول يعني تطلع اللوجيك إذا أنت بدك تطلع أنت from scratch okay so you declare this variable here بتقول له خلق اللي فيه field بيسيف لك كيفه مش نصير بيين بغير methods okay by default حطه is equal to true حول أنا متشعين هعتبره by default it's a phone بس إذا ثبت العكس وطلعت screen size is like big large أو extra large هعتبر إنه it's false وهنا بصير بيشي بقول له من بره actually on create بعدني أنا بقلبل on create من أول ترى يعني قبل ما أعرض the screen if it is a phone device يعني كانوا if phone device is equal equal to true the same thing then set requested orientation okay وهنا بتاخد integer معي هون في أنا نقي actually I think من configuration dot في عندك orientation landscape أو portrait أو undefined okay سأنا هون حقل له لا أبليز لما يكون phone device فسطل يكون الorientation تعيته تكون portrait okay must be one of sorry so it's not in configuration it's in activity info okay dot screen orientation portrait okay هون هون لا actually لاحظ علي إذا كانت size كبير هنعتبر إنه منه phone device وأنا بيدي فوت حتى true إن أنا عمل العكس yes كان فينا نقل له if it is not large or not extra large then حتى true okay يعني كان فيه هون حتى كمان if it is not equal to that one and not equal to that one الاثنين سوا at the same time then سعتب حتى هيدا line of code within it okay unless the screen size is slightly large هيصير بيحتى اللي phone device equal to voice مضبوط لما هلأ أعمل له ران على تابلت أي على تابلت 100% okay صح صح والشغل الثاني اللي فيه عملها كمان بيث مشان هيك عرفته فيلد مشان هيك عرفته فيلد الشغل الثاني اللي بده استعمالها بالمثل الثاني تعيت On Create options menu كمان حسير يقول له اكشلي اذا انا بقلب تابلت فما تخلق لي هيدي الائكن من فوق لانه settings حتى بفراجamin تاني حدا حتى اللي منبيني كل الوقت we don't need to do سو ولكن هون حسير كمان استعمالها حقاله If it is a phone device than actually return false عالحارك, return false. Otherwise هيكفي يوصل لهون. ما في داعي يقول له else لأنه implicitly لما ما يعمل return يعني ما طلع عبارات المثل أصلاً بيدله جوا بيعمل inflation بيعمله هون. I think هو عملها بالترتيب شوي مختلف هون. حتى تلكون إياها بالآن create options menu. بس it's the same thing. أنا هيدا بتمنىك حياتا منكون. حتى مش عم يسامل هيدا عم يشوف إذا كانت هي portrait عم يعمل هيك. بس بمعنى أصلاً portrait ممنوع بالفون device so you can use this logic. أنا هي الحرية اللي هلأ أنا عم بشتغل فيها بتمنى تكون عنكم إياه. هل flexibility بالبرمجة بتمنى يكون عنكم إياه لك تفهموا عليه هو شو كان عامل. تفهموا اللوجيك تعيته. ما في شيء للحفظ بالبرمجة بالحياة. ما في شيء أبداً للحفظ. حتى لك مثلا من شوية كتبنا configuration.deviceOrientation لأنه هاديك نهارت اللي عم تشيك الconfiguration شوفي بقلبه. أما تلعب تقول له setRequestedOrientation على شيء معي عندك تخدم activity info. So I forgot this information. لحاله شوفت كيف ال IDE. عم بيقل لي it's not the same type أو it's not the same variable value. Okay. So لكن هارجع هون على OnCreate شوف إذا هو يبعد عمل شيء زيادة. So بتخيل هايدي النقطة تعيت لسكرين نحنا مكون خلصناها. And it should functions well. بيبقى لنا قصة الشيء ده preferences. هون عم بيجي على عم بيستعمل شيء اسمه preference manager. عم بيقول له setDefaultValues. Okay. من الارضة XML.preferences. Okay. هايدي المثد شرح لك إياه هون ورا. الـ parameters اللي بتاخدون. لك موجودين هون مع بعضهم. parameters مش رحين هون. بقلب هذول الثلاثة bullets. قيل لك أول شيء عم بيخده this لأنه بيحاجه إلى context. تاني شيء بده resource ID. والفالس هي It's a boolean that indicate whether the default values should be reset each time the method setDefaultValues is called. Okay. False indicates that the default preference values should be set only the first time you call this method. Okay. بشكل في حال. أي مثل هي تعيط لهذه المثد. إذا أنا كتبها بالـ on create. كلما هاروح على settings activity مثلا أنه أرجع هيعيط له. كلما أرجع هدور الـ application من ثاني وشديد كمان هيعيط له. فهي عيطة هذه معمولة. بس مشين أول مرة تعمل الـ install الـ application عندك على التليفون. تقلع الـ preferences من الpreferences.xml. Okay. So. شو المقصود فيها. هارجع أخذكم على preferences.xml. في عينكم فيه هودة الـ two lists. وحتى بالـ definition جوه. in details. ليك شو مكتوب هون. كايز. مكتوب في عينكم default values هي رقم أربعة. مضبوط. ذاكرينا. هون محتوط إنه الـ default value للـ regions عنده كل الـ region lists. يعني كلتهم معلمين. فهيدا مشين لما ينزل على التليفون جديد. ما يحس حاله يقول لك إنه ضايع. لأنه وقالا بصير الكود نكتوبه بعدين بصير بضيع. ما بقعد يعرف إنه كيف يعمل له الـ loading. مشين أول مرة يجي يعمل له الـ loading من هون. يقول لك بـ default في أربعة بطنز للـ quiz. وفي عندك كل الـ regions إنه they are selected. That's it. Okay. So. هنروح كمان لك إنه نحن نصير نعيطل بإيدنا. preference manager dot set default values. Ctrl P لأرجع أتذكر الـ parameters. سو أنا عندي الـ context with this. كما الـ resource ID هو r dot xml dot preferences. و الـ Boolean يعطي إيه أنا false. لأنه لك لاحظ أصلا هون عطيك الـ definition. أو اسمه. هاي لك read again. So actually نحن نقل له بس يقرأ مرة واحدة. بأول installation للـ application. طيس يصير يقلع من هيدا الفائل. من هون يكو بالرايح. حتشوفوا نحن نصير نسيفهم لهيدول الـ data. على التليفون منتين وجديد. systematically لما نغيرهم في حال غيرنيهم. So this is why we don't need to read them each time. Okay. Perfect. سو أنا هرجع قلع بس مشين نتأكد بالقليلة قصة الـ orientation. ما بقى تشغالي. الـ settings مش هنحس بفرق خطير. لأن بعضنا مش عم نستعمل الـ settings اللي نعمل فيهم شيء. Okay. So بما يكون اللع. هنكون عم نجهز للـ step اللي من بعضه. هنحس بفرق خطير. Okay. ما عمل menu. Okay. أنا لازم هون مش بس على بس بس إذا كان phone device and the orientation is. Yeah. So مش ناكو عمل على الـ orientation مش على phone device. أنا هون أقول له. If it is a phone device don't show the issues. وهو مفروض. If it is not a phone device. Okay. If it is not a phone device. Exactly. يعني أنا هايدي مفروض عمل لها. بالعكس تماما. هعمل لهم. هحطهم بس not. Okay. So when it is a tablet. Don't inflate the menu. Okay. هلا بصير بيمشي الحال. لقد ناريران. بس مين ويل. هون بما يعمل ران في I can play with this one. نجرب بس بالقليلة قصة الـ portrait. لك هعمل لها. I'm gonna switch it. هدل لها in this same way. لأنه نعمل لها set requested orientation. على activity info dot orientation. Okay. هلا بعد نفس الشيء actually. مش عم تقبل معي. يعني هلا أرجع عمل لها. هيدا بصيرت عم تبين عندي settings menu. Okay. So. أنا. Just for time reasons. مش هنجربها على التابلت. بس أكيد على التابلت. هلا ما بقت بين settings button. Yes. لأنه. Yes. Okay. طيب. What's the next step اللي فينا نحنا نشتغلها بعد كمان لحد تكون بس بأول الطريق. فينا نروح نشوف كيف فينا نحنا نعمل. نعمل. Inflation. لا. 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 Tahun. So far نحنا عاملين así. Nah us to be a while. we could not work in법 الفragment main. لاحظين كنا . Google we run overrided off 한국 State view. year's horrific. What's the plan. придум building with the system activities website. هون عم نعيط للـ OnCreate View الـ OnCreate يعني Activity هي بتعيط له عم نعمل الـ Inflation للـ Fragment Main اللي هو بقلبه كل شيء هيدا جهز لـ Fragment Main بقلبه الـ Image View بقلبه الـ Quiz بقلبه كل شيء وهذا اللي عم نشوفه نحنا قدامنا على الـ Screen بيرفكت عم نعيط للـ Super.OnCreate View وهون في عنا شيء مختلف بالـ OnCreate View It seems هي المثل شو بترد؟ بترد View فمش إن هيك عاملين Inflator.Inflate هيدا اللي اوت بس عمليلو return at the same time لان you need like this value that you are inflating you need to return لكنا الـ Teams هيدي المثل الاسمه Inflate إذا منحاول نشوف الحال بتاعه لاحظ Inflate شو بترد هون بترد It returns a View So this is Y is up طبعا طب شو بتاخد parameters لاحظ Ctrl-P هون جوية الـ Parentheses بتاخد resource اللي أنا بدي عمل له اللي هو LayOut.XML file that represents the fragment كما بتاخد View Group وهون حيثاً الـ View Group لازم يكون like linear layout or something like that هون عم بعطيه هو الـ Container اللي هو جاي من الـ Callback وهون هيكون هو الـ Container الـ Content View تاخد Activity بحد زيتها أوكي؟ شو تعمل؟ الإنفليت دايماً هي بتخلي لك يدب الروح بالـ Interface بتاخد View Group معين وبتخلي يلبس حلة حلة xml layout file معين أوكي؟ تخلي يتعبى بxml layout file معين وبالفيديو الماضي أنا شرحت أنه هي فعلياً في عندي مثل kind of a Y loop طالما في elements بقل بالlayout that xml file بروح بقرأ أول element شو هو الـ Linear layout بخلق new linear layout بالميموري شو عنده match parent للـ Width بيروح بعيّة set layout params على match parent شو عنده مثلا background color equal to something set background فبعيّط لهم عن جد الإكوفلنت لهم بالكود مستحيل xml code هيك لك أنه يفهم الجافا لحاله there's a java counterpart that is automatically generated for you once you define the xml files So الـ Container لكن هو زيته المرقلية من برة والـ False هي attached to root نحن usually حنخليها هلا بـ as false temporary okay and later on if we need to change it okay we're gonna do it eventually okay وهون لاحظ المثد كتير مع بيّ أصص you need to cut it take down into smaller pieces لا تقدر تصير أنت تفهمها وتعبّيها شوي وراء شوي So أول شغل اللي نحن هنعملها لأنه بنا نكتب شقف كود تاني بس بدنا at the same time يكون كل الـ Components الموجودين بالـ Fragment Main يكونوا صاروا loaded بالممموري مثل we'll set Content View لما لنا عنا هديك المرات we need to put this instruction in a certain variable we're gonna call it the View or the Fragment View مثل ما بدك فينا نسمي لك Shift F6 it's the Fragment sorry Frag Frag Fragment View وعم بعمل له return من تحت هلا صار بين لحظة الـ Inflation ولحظة الـ Return صار فيه كل الـ Items الموجودين جوات لـ Fragment Main هون اللي أنا معرفهم أعطيهم صار فيه أحصل عليهم بقلب المعمري بقلب الـ Activity شفنا أنه كان فينا نحصل عليهم من Find a View by ID هلا من قلب الـ Fragment I can use like sorry so عندك الـ View itself so the Fragment View okay . Find View by ID okay so نفس الفكرة I can pass like r.id. whatever element بدك هي فينا نبلش مثل بالكتاب ما هو عامل يخذه من أول text view وانت ونازل okay so whenever you forget about them تروحون على Fragment Main وتشوف أول element انت عندك هي سأقول واحد هو إذا بتشوف معي هون it's the Fragment Question number text view مية بالمية مية بالمية بس أنو هبلش من أول واحد ونازل متل ما هني موجودين من الـ Graphical User Interface so the question number text view هايخد اسم variable ctrl alt so vi sobre هايخر اصينا text view واتفقنا هون هي بترد الى question number text view الا set text او get text او عمل فيه اشي معينة اوكي هلا هايدي اذا ذكرين كانت في عندها التكست تاعة internationalized موجود بالحياة اوكي بس كان عنده بعض parameters فينا مرقلية انا فيه يقول له set text اوكي وقال له get string اوكي واتفقنا في عندنا مثل اسمها get string بيعطيها resource id او في عندي مثل تاني بعطيها resource id وكما list of objects اللي انا هني الparameters اللي مرقلية سو هعيط انا للتاني resource id هي r dot sorry هي r dot id او sorry r dot string dot number of او يمكن a question i think خلني روح اتأكد منا control click yes it's the question number هنكبر هون وذكرين هدول الweird symbols الموجودين هون سو كانوا قصتون سو كان لانه هي بحط زيتها بتاخد like question x of y بشيك سو بتاخد two parameters two integers وين وصلت وين رايحة سو هادي اول فرصة لقلنا ان نجربها اذا عنا جادر بتشتغل بهذه الطريقة لانه ليك تطلعوا لحديث هلا بالrun بعدها عم بيطلع شكل غريب سو لاحظوا كيف اذا انا بحط الله كما وبحط الله two integers بسم الله like one of ten let's say اوكي اوتماتيكلي هتصير تاخد هاودي الvalues اوكي 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 اكيد اكيد هلا هو مش هون actually هو لانه like دايناميلي مهنا بالفرجي يكون كل ما في الاحالة الصورة كيف تلع لاحالة كل اوكي سوف نذهب الجوالات على الحقيقة سوف تتقوم بزر MargINE اوكي بتروح هذه الجميل بشكل اوكي مية بالمية السادت هون عندي اوكي وحتى من عندي ستغيرها دايناميلي تصيرا يانك ذي اللو question بعد شويلة ما يفقص على واحد من الbutton ليكون الجواب صح ذي انتل على العالم المنبعه اوكي سو ساعة اوتوماتيك اللي حصير قلو كون في عندي كاونتر كان ايكول توان دي قلو بلاس بلاس وبعمل له ريفراش هون حيصير جاي اللي قلو كوشن ثري اوف تانا تاك 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 هونيك ابدا ما تتغير وهيدا سؤال شائع جدا كان انا عندي اياه بالامتحان قلو مش بس هاي دي كل الريسورسز بقلو ايه قايز هيدا سؤال لك دايما كانت اذا ان الريسورسز بقدر اسأل عن شو في انواع فولدرز فيهم شو هدف كل واحد منهم شرح لي عن ثلاثة منهم نعدلي سبعة منهم لانه صار في عنا كتير نعرفون سؤال منه بكنت قل لهم they are meant to be changed dynamically at runtime لا بس انه they are meant to be they can be used from within your code yes مثل ما انا هل عملوا get string الفلانية بقدر احصل عليها بقدر مرأ لها parameters they can be parameterized at runtime yes بس they can be changed at runtime time لا it's an XML file that you are embedding within your app مثل كانو صورة مثل كانو static file تبعتي ما بعدين انت ابعت نزل على تليفونك ما الديفاليبر اوين باخر الدنيا بالعالم مش ايش عشي من تليفونك ولا موبي الـ local settings اللي انت عندك يونهون شو عم تغيري انت locally they are not seen by any other user ولا كمان by the developer لما في شي بتغيري انت مثلا على الـ calendar let's say google calendar اذا you are sharing two different on two different devices the same calendar اوكي فيكن تخلى وشي like common calendar بتحطوا عليها events شخصين هيدا صار it's shared through the database dynamic database الموجودة على السيرفر تاع google اوكي يعني لانكم اتنين كن عنكم account account a account b بتخلى انت calendar you invite someone عندها id هادي الكالندر حطت كمان هي بتنزل عنده بتبين عنده على الـ calendar تاعيته if you add an event under that calendar او هو بيزد لك event بس هي بيبين عنده التاني automatically it's done dynamically through database والweb server اوكي نحن هون عنا it's an offline application ما حدا اشعة ما في شي online اوكي اوكي لكن هايدي هيك بس كنا تنقدر نشوف اول اول element كون برهنا انه fragment view.find the view by id هي بدل find the view by id العادية اللي كان بنعايت لها بالاكتيفتي وتاني شي بصار بقدر اعمل نفس الـ reasoning طبعا هلا انه set text حغيرها بس مش هكتبها هيك statically حتكون based on certain click او on certain interaction بعد ما تعملوا هاي couple of find the view by id like what i highly recommend انكن تروح على الكود تاعون هني يا اما من الكتاب copy paste يا اما من هون من قلب ال document تاعون واتليست لك كل شي في عنكن هون fields ع العميانة فيكن تعملونهم copy paste والانيشاليزيشن تعيدون هاشرح لكوني هون انا قريبا وقفلوا هنه هون مستعملين والاكيد باستة على اول part من الشرح تاعي فينا فينا انعملوا copy paste هون هاود وقفلوا هون خوشن نومبر�라كسي view معرفون كلهم as fields انوا بعد شواء بالmethods البرانيات كمان بديوا يستعملون مش هاعرفون مثل من هانوي عملت number, taxi view and so on. معرفهم كلهم as fields أنه بعد شوية بالمثلز البرانيات كما بدوا يستعملون. سو مش عارفهم مثل من هل عملت as a local variable. أنت فيك تبلش فيه as a local variable بقى عمر عن جد كل شيء from scratch تبلش فيه as a local variable and then you promote it to a field شفت في refactoring وبسه تبلش تعتزه بغير methods غير the on-creative view. Flag image view linear layout تاع ال gas linear layout اللي هو بقلب البطنز مسميه the gas linear layout وعملو it's an array of linear layout ليه لأنه في أربعة منه and the answer taxi view إذا بدكون هبلش به دول بعدين البقين نرجع نعملون copy-paste gradually إذا لازمو لنا سأبدأ مع هذه الأشياء نعملون ctrl-v هيدا هلأ هشيل عنه definition من هون حيصير يعتبر هو البراني Flag image view the same thing في روح جيب الكود تاعه من هونيك حتكون find the view by id لأكثر والأقل عندي القوز linear layout ككل حاجي في يون الحديد هون ctrl-c and then ctrl-v on this side okay so هون كل شي عندو يهو fragment view أنا سميتوه هو عندو يهو مسميه كاني view so أنا سأرنمهم I can shift F6 just a bit لا 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 الكوز linear layout هو linear layout كله اللي جامع كل شيء I'm gonna click on it لأروح شوفه عندي سو نحصين هو root element تاكل شيء okay فهذا اللي عندي هيدا gas linear layout لاحظ شو عمل ببقى انه عندو 4 lines زي كدين شو كان اسميهم row 1, row 2, row 3 and row 4 كل واحد بقلبه 2 buttons كليتهم هنا linear layouts وبقلبهم 2 buttons كل واحدة الويت تاعها is equal to 1 فحيناتا قالوا it's equal to new linear layout of size 4 عملوا an array of 4 linear layouts وحط بقلب الـ gas linear layouts number 0 حط بقلبه أول find the view by ID للrow 1 بعدين row 2, row 3, row 4 so yes أنا عم بشتغل graphical user interface فيكن عندي loops إذا كمان مش شغلين شيء مثل قبل maybe it's like new for you بقيت send a big deal okay هلا عم تعلم الأول مرة for instance من the typical exercise التي تعطيون لطلابي انه مثلا تعمل لي انت let's say generation to the 8 puzzle board game هذه الأرقام الواحد لثمانية وعندك time فاضي أو tick-tack-toe تطلع لي 9 buttons automatically وكلهم يزدهم dynamically listener يتسمى عليهم automatically okay هلا هدا الشيء اللي هنعمله بعد شوي كيف هنعمل الـ the answer text view guys هو هيدا اللي بيبين بآخر هيدا الـ medium text هيدا بسمي the answer text view so بالنسبة للbuttons كيف بدي أحصلها يعني الbuttons تلع لهم already اسم مثل ما نكون شايفين يعني أنا هلا كل شيء عملته إذا بعمل لهم run وش هيقدموا آخر هيدا لهم نفس الانترفيس بس اسمه new button new button شو رأيك نتصلنا أنا وياك نعمل هذا الشيء كمان مش موجود بالكتاب بس مش نحس حالنا كيف هم نشتغل بالـ loops والأسف هعمل loop هقلو for each gas linear layouts number i بلش من الزيرو للـ 4 4-1 للـ 3 فتح على الـ child اللي عندك هيهن هو هيكون حتى نعده two children اوكي اللي هني child number 0 هيكون new button على الشمال وتاني واحدة هي new button على اليمين شايفين ما فيهم شيء وبعدهم كلهم فاضيين ما بيعملوا شيء بالحياة هلا حصير غيرهم الليبل تعيتهم حيطلع حسميهم I am button number 00 I am button number 01 I am 1011 انسهم غيرهم اسمهم dynamically within the code and then on the click on them هخليهم يصيروا يعملوا لي log تحت كأنهم عم بيعملوا system out اللي the button اللي اسمه 00 أو 01 was clicked هكذا نفرجنا نشوف كليتنا بأم العين انه عن جد like I'm capturing the click on them وكل وحدة عم بقدر نميز فيهم بيناتهم dynamically كلا تذكير سريع بس انه صحيحي دول اللي روز عطينيهم اسمي بس البطنز اللي جويتهم ما عطينا لولا وحدة فيهم اسم حدلنا نحنا هيك عملناهم بالديزاين تعنا لكي كل linear layout وين بيبلش هون بيخلص شايفة وين بيبلش هون بيخلص هون بقلبوا two buttons only يس مشان كل واحدة حطينيهم بقلب linear layout وكأنه رو على جنب مشان الكبير كان هو ماشي من فوق لتحد كان بقلبه هايدي ثم image view ثم هاي ثم هاي أوكي بس هون طب كيف دي اعراض هاتنين حط بعضهم بس ينكسر معاك بداك تقول لك عندي كأنه panel إذا بدك بعالم .net صار عندك panel جديد view group جديد linear layout جديد هو بقلبه هاي في كتير من الشباب يحاولوا يسألوا المرة الماضية وموجودة بالفيديو أنت قالوا ليش منه نجرد وناقشنا نحنا الموضوع لش منه نجرد هتشوف أنه مش هيقدروا تقدروا تعمل فل هوريزنتلي كوراكتلي بس هتستعمل linear layout تقوله بس هي هو يعبي البي كله أوكي وجويته بتخلق two buttons كل واحدة عندها wait equal to one فبسي بتاخد نص المسافة أوكي كان عنديك سؤال ريان أوكي لكن هنعمل loop for هون حقيقة في عنا لك فينا نستعمل يال for each أوكي ياما الفور العادية هو بالكتاب مستعمل لل for each اللي هي بتقلك for each shoe for each actually button أو سوري for each linear layout أوكي اسمه شو ما نسميه نسميه مسميه like row layout أو whatever in the gas linear layouts أوكي هاي دي بتنلفظ exactly like like this أوكي كمين للي مانو متعود عليك أنو أنا في عندي for int i equal to zero i less than gas 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 linear layout dot length سوعة بشرحة بس once for all مشين تتعودوا عليها لأنو أنا الانترنت ممكن أي حدا يكون عم بيستعمل هاي دي السيغة ف like صحيح هي i think maybe like it's java 1.6 or 1.7 بس أنو still صارت هلأ مستعملة يعني منو تعتبر relative الجديدة بس صارت widely used لو أنت نهارت اللي كان عبيلك تجي تقلو أنت تخلق variable اسمه linear layout اسمه رو تحط بقلبه the gas linear layout number i أوكي وتعمل فيه شي هيدا الرو أوكي نهارت اللي كان عبيلك تعمل loop 4 for i equal to zero لحدية gas linear layout i plus plus تروح على number i حتى بالvariable of type linear layout تسميه رو بدأ ما تكتب في دول الثلاث الصور كتبني هون هيك نحنا in one single line أوكي وبنتنلفز هاي دي for each أوكي so for each variable called row of type linear layout in gas linear layout do something أوكي طيب ليش بعد اللوب 4 الأديمي موجودة إذا هاي دي يمكن أشجل أو أحلى لأنه هتشوف هلأ typically أنا بحاجة للversion الأديمي إذا بدأ إذا بدأ عبالي أحصل على ال-index رو مشان قل له أنه i am the button number zero zero أو zero one فمشان هيك بعده اللوب 4 i مهمة كمان لما يكون معك بس الألمنت ما معك ال-index بس تاعه أبداً إذا بدأ تلعب بال-index بال-index أو تعمل insert بالنص أو تغير فين أو إذا تستطيع الأمور الموقع بسيب تلعلك concurrent access error إذا بدأ لك ليش؟ لأنه هاي دي for each هي it's meant to be used only in read mode على الأري يعني تعمل iteration عليه you just want to get each value and do something with it بس ما بدأ تغير بال-R-R-Y بحد زيتا أو you want to insert items بالنص أو أوكي فبسهل لك حياتك بـ 99% من الكيس بس in 1% or 5% of the cases maybe you need the old format أوكي So what we are gonna do with it So for each row هنروح نقول له for each children في عنا function هون لزيزي نحنا موجودة عنا اسمها عند أي view group عند أي object of type of view group في يكون linear layout relative layout أي شيء view group بقلبه other views عنده مثل اسمه get a child count بتردلي عدد الـ children تعولوا So كمان أيثين كمان في عنا نحنا يمكن row.get child at a certain index get a child count أوكي هلا لو كان في get children بتردلي an array list أو list of children يعني كمان كنت عملت عليها for each بس أنا ما عندي هيك facility So like I need to create a loop with a certain index حسامي هون الـ لأن أنا برأسي هلا جويت كل رو لما شوف أول child أو تاني child يعني number zero أو number one حيكون أنا أااا.. get row dot get a child at the specified colon number. كان فيه السامة البدل كلمة colon index في الأولى بس هون بهذا الcontext it really means a certain colon within this graphical representation. هلا هيدا إذا بعمل له ctrl-alt-v هلا إيه هو of type view. مثل كانت find a view by ID. لأنه شو بيكون a child of a view group. It's a view group, a group of views. بيكون كمان view. بس أنا إذا وافق منن هنه شوو. like I can specify them as buttons. or like a gas button or whatever بدك يبالحييات. equal row dot get that child. casting بس يبتلعليه as a button. وهيدي البطن سر بقدر روح عمل فيها اللي بدهيه. like button dot for example set text. وحط فيها اللي سرينج اللي أنا بديه. okay so I'm button plus هون بدي مش الرو بدي الرو count مظبوط. هو الرو index. plus comma let's say plus colon index. okay. على هيدا الرو index مني معرفه أنا مظبوط. بس البطن حدو الرو. ما فهمت. البطن حدو الرو. هيده. عم بعمل casting لأنه في جاية تكون step by step. أنه row dot get child at specific position. بتردلك view. okay. in general. لا. الview هي superclass. لكل شي في أنواع views. لكل شي في widgets. الview هي superclass. في منا group views. مثل اللي نير ليه أو تسوي دول الشباب. وفي منهم widgets. اللي هنه button أو checkbox أو راديو ما. okay. فكأنه أنت عندك شي اسمه file بعالم الجافا. فعندك الآن أنت اسمه file. في منا specific. يعني سبفة أنه في منا directory. directory is also a file. بس أنه that may contain other files. okay. فإذا كان عندك directory بتقول له dot list files اللي بقلبك. اما الفائل العادي فمش مش أنت مش ضامن. So هيدا الرو index. أنا لك هلا نيف لي. بس مش نحتال على هيدا. شو اسمه صحوله. like int row index. هحطه is equal to zero. okay. و each time I get inside this loop. هعله plus plus. بس مش ما أحرمكم من متعة أنه أول مرة. أنه مثل الكتاب عم نستعمل هيدا ال for each loop. okay. بس والله أكيد كان أحلالي. إنه يستعمل row index equal zero. لحديث row index less than gas linear layouts dot length. بلا بلا بلا. اوكي. كانت أحلالي. اوكي. perfect. هلأ ما تعلم نجرب. لنشوف إذا الbuttons صار عندي. الstep اللي من بعضها. هكون هلا عم حضرها من بعد ما يقلع. كمان جواد هيدا ال loop for. فيه يصير كل واحدة من هؤلاء البطن. كيف هديك المرات له specific button معينة. أو حتى يمكن لأ. on text change. هيدا. ال edit text. رح زد له text watcher. هون كل button منهم. هروح زد له. on click listener. ملاحظين هلا. on button number zero 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 one 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 two. اوكي. لكن it's like these are really the buttons. I got them. ما نبقى فيه شيء بالانترفيس عاصي عليه. معي كل ال elements بين ايدي. فاضل. on click. غير هيدا اللي تحت إذا ربح. on click. اوكي. وطبعا لازم اعملهم كمان generation labels correctly. حسب اسماء البلدان. using هذا secure random. الموجود ال object. اللي هنقل له. عطيني next integer. بين واحد وعشرة. أو بين واحد واربعة. and so on and so forth. So. خلينا نعالج قصة listener. So. لكي في. بالعادي لو انت عندك button معينة. dot. ملاحظين انا بعدني مأكد على اسمها. a guess button. لان واحدة منهم هال. تمانية ضربة اثنين. هال 16 button. So. هقل له dot. set. sorry. set. on click listener. okay. So. هلا. ال on click listener. شفنا المرة الماضية. text watcher. شفنا كمان. on state change listener. So. في يقل له. and new bla bla bla. وخلقه as an anonymous inner file. anonymous inner class. sorry. أو في. انا اعطيهم. يكون. like. هيدا ال anonymous inner class. في يكون. مش هم اخلق منه كذا instance. لانه اذا. بقلب اللوف 4. يوصل لهون كل مرة. وقل له. فعم يخلق. وقل له. بدي يعمل له. ويحل المحل. بريبا. فانا. اذا كل هيدول البطنز. بانون clicking. عن بيصير نفس البيهيفيور. اوكي. انا بقدر استعمل لسنر بواحد بس. اوكي. كيف فيه على مرحلتين. في عمل مثل ما عملنا نحن المرة الماضية. like. on click listener. ودغري بيصير بعمل لي generation للكود هون بارضو. وانا بصير بس بملأ الـ onClick بالكود المناسب شو الكود المناسب؟ بدي أوليك هون log .d debug وهون هو إذا بتلاحظوا بالكود تاع الكتاب نصحكم إنه تعرفوا static field أنا هادي مبسوط فيها هروح أعملها متل ما هو عملها معرف هون هو من ضمن الـ variables اللي معرفه هون معرف static field اسمه log tag أنا بفضل سميه log tag مشان تعرف tag لشو هيدا ومسميه لك the flag quiz activity أو main activity هيك بس هلما تعمل لوجين لـ messages من هون بتقدر تاخده من هون حتى كمان لك في عنده another constant اسمه the flags in the quiz أو كان بقدر يسمي بي اسم تاني أحلى اسمه number of questions total number of questions كان فيه حطه equal to 10 أنا هيدا المغيره حطه 3 وطالها معي التست كنت متل ما عم فرجيك ونية بالحصة الماضية إنه بس ثلاث أعليم وبينتهى القوز LP's okay so you can manage it as you like هيدا الفعلي بس pemboز I'm gonna copy them put them here at the beginning of the class هيدا هنسميه إزا بتكون cog و هيدا حنسميه flags in the quiz أو number of flags in the quiz فيك تعدلهم متل ما بدك لاحقا. Perfect. هون هنسمينا Log tag. كما والمسج اللي أنا بدي أعرضه بدي أعرض البطن اللي ينفق أزد. كيف بدي أعرض البطن اللي ينفقس عليها؟ بدي أعرض اسمي. فعليا إذا تلاحظوا OnClick مرئي لها برامية المنبر It's a callback. ملاحظين كنسبة ال callback ديش present هون ديش حاضر كلا الوقت. مرئي لك The view حياتا اللي ينفقس عليه. هيدا الشيء الحلو بال OnClick method. فضغري أنت هيدا لك فيك تسميه مثل ما بدك The clicked view. إذا ما عجبك كان اسمه مثل ما هني كانوا مسميينه. and then فيك تقول له أنه هون عندي بطن تسميه The clicked button. equal The clicked view. semi-colon. Alt-Enter. Cast to button. نفس الحالة عم تصير معي عالي. كل مرة يكون هو مرة لأنه OnClick method معرفة على superclass الاسمه view. أي view is clickable. عملينا بشكل تكتف قص على panel. تكتف قص بره. تكتف قص على checkbox على radio button. على linear layout. تكتف قص على شما. على أي view مكان. فلما أنا نكون واثق منه. أنا لمين عم ركبه هذا ال OnClick listener؟ عم ركبه إلى button. فأنا واثق إلى view that will be clicked here should be off type button. محلات بتكون لا مش عارف إذا عامل. مثلا. In case of click على checkbox اسمه exit. أو radio button اسمه exit. بدك تعمل شيء. ساعة تقول له cast it. if it is off type. checkbox. عمل لي هيك ألس. So you can always introspect. أو يعني تعمل هيدا مثل تشوف الميتا ديتا تعيط ال view. view is instance of button. فيك تشيك عليها قبل ما تعملها casting عالمية يعني. حسنا حصلت على button. هون صار فيه يجي يقول له. the clicked button dot get text was clicked. هلا حسير اللي. I am button one was clicked. أوكي. مش لما يطلع كتير شكله غلط. حسير الليه. button كذا كذا كذا. هي بسي تتغير عندي automatically. أوكي. Perfect. let me run this piece of code. من بينما يعمل run. هكون أنا. همفرجيكم انه هيدا ال new اللي أنا عملته هون. عنجد هو initialization لvariable موجود بالميموري. بس لهلأ عم يعمل بقلب لو بور. على مرات المرات. لاحظ بس إذا أنا بقل له. right click refactor على هيدا الكود. أوكي. وبقل له. extract من وراء. أوكي. في عمل variable connect. أو في يعرفه as a field من فوق. سمي. the buttons listener. أوكي. بصير بنخلق له new مرة واحدة بالحيات فوق. So at definition time. كانو عرفت أنتجر equal to two. كانو نفس ال concept. بس سمي. هو equally new. instance من انترفيسي معينة. مثبت ال on click تعيتها. So define it as a field. وهدا الفيلد هسميه أنا. like the on click listener. إذا بدك. أو the buttons listener. أكي. وليك وين صار؟ إذا بدأ عليه هون. control click صار عرف لي يفو. أكي. as a field. إذا علمت من عنده new on click listener. لحديث البرايس المسكرة. أوكي. وقلت له. right click refactor. extract field. من هيدا الإكسبرشن. أي إكسبرشن عندك إيها. فيه يكون عندك إكسبرشن شكله. 13 plus x minus y. إذا بعلمها. بقول له. introduce a variable. أو extract the field. بيشوف شو الطيب بتاعه بيطلع بالأخير. double. إذا ال y أو x هي double. بيطلع double. إذا كانوا كله انتجر بيطلع انتجر. لاحقلوا بيعمل ال introspection بيعرف شو هو الطيب. هيدا الخد عم نستعملها من الكودات من المرة الماضية. شايف يداش بيسرع لكم الشغل تاعكم بكرة. بالامتحان وهيك. on the machine. on the next semester. أوكي. وحتى هيدا سطر الكود تاع ال initialization guys. كان بقدر أنا. on click listener equally new. بلا بلا بلا. من هون لهون. كان بقدر حطه فوق حتى. بالدفنشين تعيته من بره. برهات اللوب 4. يعني أنا هلأ بعدني هون. مش مبسوط من هيدا الكود. يس لأنه بعده جوات اللوب 4. بس هلأ هو يبرافو عليه. هو عمل لي شيء. that is equivalent للكود اللي كان مكتوب قبل. بركي أنا عن جد كان بدي كل مرة اخلق new. أنا لأنه واثق من حالي. إنه فيكون the same listener for all of them. I could created here. Cannot resolve the click view. Yeah. محطيت أنا equal. مش الحب. Okay. So it should be exactly the same effect. بس anyway. نحن هون مفروض كن عنا version that is correct. لكن البطن سغيروا اسماء هون. هون هدور لكون. تليزوا تذكروا. الاندرويد مونيتر. يكون عم ينعرض بقلبه كل اللقز بالحياة. I'm gonna just enlarge the space a little bit. هتأكدوا أن يكون منقيين the right emulator من هون. ومنقيين the right application on this side. وإلا ما بتعودوا تشوفوا اللي هدا. بس يفكروا فيه غلط بالكود تاعكم انزوا. اوكي. هون click على البطن. سر مفروض يعطيني. the button zero zero was clicked. two one was clicked. three zero was clicked. عم تقدروا تشوفوا من تحت هون عم بيطلعوا. two one three zero. عم بيطلع هون اسماء الbuttons. عن جد سر عم بينفاس. طالما قدرت أعرضون هلأ سر بقدر عمل فيه البدية. سر بقدر دور animation. روح للnext question. قال له reveal this question. سر بقدر عمل فيه البدية. هودة pieces of logic that you really need. مشين هيك أنا هقول عم مش عليهم بشويش. عم فاسلكون إيهون. بس أتأكد إذا هذه البارت صارت كافية. إن كنت وصلولا. أتأكد إذا فيكم بس تعيدوا هذه البارت. تحولوا تشهلوا فيها قد ما فيكم. أنا بكون كمان هلأ أنه أخدت نفس صغير. وأنتو كمان هيك تحولوا تهدموا هذه الأفكار. فيكم تقرؤوا من الكتاب قراءة تراجعون. فيكم تحولوا تبرمجوون عنكم. قمنا بكرة ثلاثي منتراً. ومايه بحث أمن فضر ثلاثي منتراً. فعث أمنك سبعة الربعة أيضاً. فقمنا بأم ساعة أمن أشتغلت و أخدت نفس صغير. بنرجع أفكار بكرة جديدة على كيف يحدك كل المطفقة مع. أمنك ثلاثي أو جديد. شكراً. شكراً.